بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم مرة اخرى اخوان الكرام. نشوف مع بعض ازاي نعمل سانجل تون. اي ان الكلاس لا يعمل الا مرة واحدة. ودي واحدة من ضمن الادوات اللي هنتعمل معاها في المستقبل. من ناحية الديزاين باترن. لما نجي نخش على الديزاين باترن ان شاء الله هنفهم ان احنا ازاي نوظف الابجيك تورينتد بشكل كويس. نستخدمه للاستخدام الامثل. اقلا افراد ان دي عندي او مش هتفرق لان اتنين ما بيشتغلوش خارج الكلاس. وعندي الديتا بتاعتي. وهي نوعها وفعلا قمت بتشغيلها مرتين داني بي ام دابليو وبي ام دابليو وان. عرف طرد ان في يعني عربية تانية اسمها بي ام دابليو وان. انا مش حافظ اسمها عربية تصراحة. هنا نقدر تشغل الابجيك بتاعي مرتين. ماذا لو انا عايد اشغل الكلاس ده يستخدم مرة واحدة ولا يعد استخدامه مرة اخرى. ده هيخليني اوصل الى ان انا اعمل الانشيلايز للكلاس بتاعي واخزينه على بروتكتد او برايفيت بحيث ان انا اتشك ازا تم تشغيل الكلاس ده قبل كده ولا لا. وهنا ان انا هقول ان انا عندي برايفيت. وهقول ان هو اسمه. خلينا اقول ان هو static run. وهيكون ال equal بتاعته null. قيمته الافتراضية null. فبالتالي هعمل كمان تشغيل ليه الرن دي. للرن برو بيرتي داخل الستاتيك ديتا. طب ليه انا عملت static ليه البرو بيرتي. لان انا ما ينفع شنادق على non static داخل non static property داخل static. يعني لو انا خليت كده ان دي run. وجيت اقول هنا this run هيحصل مشكلة عندي وهيقول لي ان هو cannot be used in static methods. اللي هي الزس. طب لو حتى جيت قلت مثلا اي نوع تاني. لازم اخليه يكون اذا كان المثود static. اذا هو كمان لازم يكون static. فبالتالي هاجي هنا هقول static run. هقول في الشرطة عندي. if ان ال static run يساوي يساوي null. ممكن هقول three equal. وممكن هاجي هنا هقول as null. هاجي هنا هقول as null. هقوم بتشغيل القيمة اللي هتيجي عندي من خلال ان انا هسند ال self الى static run. بالشكل ده. else في النهاية هقول return لي ال static. عفوا. static run. بالطريقة دي. طيب نشرح اكتر. ممكن نستغنى عن السلف دي خالص. او ال else دي عفوا. بالشكل ده كده. طيب ايه اللي حصل هنا. اين انا اديت شرط عندنا. train operator. قلت له فيها اذا كان الحالة بتاعة الرن دي. بتساوي null. قم بتشغيل القيمة. اللي هتيجي ممكن اقول له new static او new self. طيب خلينو بس من new static دلوقتي. هقول new self لكون السرطة عشان اعبد data جوا ال name. بعد كده هستخدم two methods تانيين جايين معي جوا ال object oriented programming. وده اللي هنتعرف عليهم دلوقتي. وهي. الخلون والويكب. طيب خلينا اشرح حملك. لما اجي اعمل هنا هلاقي ان عندي ال bmw اشتغلتنا مرة واحدة. اي ان انا عندي اهو تعيين الكائن لمرة واحدة تم تشغيله معاني في المستقبل. انا المفودي يكون عندي هنا bmw تشتغل تحت bmw one. لكن هنا هلاقي ان هو bmw خلينا هنا هقول كده. بي ار. بي ار. بالشكل ده. هلاقي ان انا عندي اهو bmw. اي ان هو ال class بتاعي اشتغل فعلا مرة واحدة واصبح single tune. بينما ان انا جيت اعب بقيمة تانية مقبلهاش. وبدأ ياخد من نفس القيمة اللي تم تخزينها في الزاكرة مسبقا. لكن انا كمان عايز ا اكد ان ال developer اللي هيجي يشتغل على class ده. ما يقومش باستخدام class نفسه مرة تانية وهو تم تشغيله فعلا. ده ممكن يكون عن طريق ايه? يكون عن طريق ان انا هقول له private function. وهيكون عندي double underscore clone. اي ان انا امنعه ان هو يقوم باستنساخ الكائن. لما اجي اعمل refresh. هلاقي ان انا محتاج كمان اعمل deserialization. اي ان انا اعمل wake up. وال wake up هنا بتعمل الغاء للserialization اللي بيحصل على الزاكرة. او بعمل deserialization. deserialization. وهنا لما اجي اقول بالشكل ده كده انا همنع من الزاكرة خلينا نقول private function wake up خلينا نقول double underscore wake up. كده انا منعت الزاكرة ان هي تخزن الكائن ده مرتين. اللي هو object my cars. فلما اجي اعمل refresh هيقول لي ايه بقى. the magic method. وهنتكلم عن الافعال السحرية. في المستقبل ان شاء الله هنا قال لي. the magic method. my cars wake up must have a public visibility. اي ان انا ما ينفعش اشتغل على كلاس ده مرتين. طيب لما اجي اعمل refresh. هلاقي ان انا هو حصل عندي deserialization. واشتغل عندي هنا مرة تانية. طيب لو خليته هنا public function wake up. هلاقي ان هو فعلا اشتغل عندي مرة واحدة. طيب لما اجي اشيل واعمل refresh. هديني bmw مرتين. الفكرة هنا من deserialization. هنتكلم عنها بشكل متقدم اكتر. لكن خلينا اقول ان انا منعته من خلال ان انا هاجي هنا اعمل refresh اهو. هو هنا. انا منعته من هو يعمل عملية تشغيل الكلاس مرة تانية. اي ان هو فقط يتعامل مع القيمة دي. من خلال ان انا برن نفس ال static property بتاعي. وهنا بابعت القيمة الاول مرة ما بخلوهش يعيدي استخدامها مرة تانية. فكرتها ان انا بقول للذاكرة بتاعة السيرفر او بقول للسيرفر نفسه. مع ما يقومش بتشغيل. هقول ان دي عفوا. ما يقومش بتشغيل نفس الكائم مرة تانية. فبالتالي لما اجي اقول ان انا عايز ال bmw هيشتغل معايا مرة واحدة بس. طيب. هنتكلم عنها قدام بس انا اللي عايز اشرحه. خلينا بس من ال wake up دي دلوقتي. عشان ممكن انا بتلغبط معايا. تمام? هنا انا مناعة استنساخ الكائن. يعني الكائن ده اصلا اريدي. هو لو جيت اشتغل تحت. هو باي ديفولت حيديني نفس القيمة اللي هنا. طيب لو انا جيت هنا وروحت قافل الشرط ده. وقافل الشرط ده. بالشكل ده كده. وخليت ال new static run بالشكل ده. لما اجي اعمل ريفرش. هيقول لي هنا ايه? هيقول لي attempt to read property name on null. وهلاقي هنا attempt to read property name on null. معناه ان انا اصلا محتاج ان انا ابعت قيمة من خلال ان انا بقول له. هاتل القيمة اللي انت خزنتها في ال run. طيب لما اجي اقول له return لل run دي مرة تانية. هلاقي انه بي ام دابليو و بي ام دابلي وان. طيب لما اجي بقى اشغل train operator بتاعتي هنا مرة تانية. هيقول لي ان هي بي ام دابليو. اي ان انا خليت ال class ده single tool. ومنعت ان هو يقوم بتشغيله مرة تانية. ال week up هندي عليها مثلا ان شاء الله. بس الفكرة كلها ان انا بديك فكرة عن single tool بطريقة بداية جدا. طبعا في حاجات advanced بس لازم اشرح لك على design pattern البداي. وبعد كده ان شاء الله في المستقبل هنتكلم عن حاجات متقدمة اكتر من كده. ولكن نقفل حد كده. واخرا اللهم اخفر الامي واجعل قبرها راضة من هذا الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.